طيب أنا عدي سؤالين و قبل نخش على ريال مادريد و بعدها نخش على حاجة أخيرة أول سؤال باللسبة لتقلق بورخا مايورال اليوم مرحلة ما بعد كريم بنزيمة في ريال مادريد وافترض انها تكون مبنية على طبعا بجانب لوكا يوفيتش ده واستمر على بورخا مايورال ولا راول دي توماس ولا ماريانو ديز بص طبعا ماريانو أثبت ان هو مش مش احسن مش رقم سابعة اخوش بالنسبة راول دي توماس راول دي توماس للناس ما انا متعرفوش هو مواجم في ريال مادريد معارر السندي البنفيكا كان معارر الموسم اللي فات و اللي قابلوا الرايف هي كانوا صاعد بيهم موسم قبل اللي فات و بعدين ملعب لهم موسم اللي فات تاني معارر وجاب عدد هداف كويس مثال لي جاب حوالي 14 رجول مثلا حاجة زي كده بس انا بقى هحب دايما اوصفه ان هو النسخة الاقل زكاة شوية من ماريانو يعني هو نفس الستايل و بيقط على عامه قريه و بيلعب دماغه و بيشوت من بعيد كويس لكن هو اقل زكاة من ماريانو فلو ماريانو منجحش و اظن هو مش نجح مع بنفيكا بحاجة 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 فمشكلة دايما الناس او جمهور ريال مادريد لما مهاجم يجب جول فقاية يعني مش بس مجميل المعاريم من ريال مادريد مثلا اللي بلاعب باطش مع ارسلال قال لك اتبتنا ببعناها اوه اي مهاجم في الدنيا بيجيب جول بفجأة احنا يا جماعة عايزين مهاجم يعني مثلا هل ان يعرف جمهور ريال مادريد ان مثلا دايو كوستا اللي لما بيجيب جول للنسبة يا جماعة شوفوا دايو كوستا دايو كوستا جايب السناني جولين بقين مجايب من اول الموسم اللي فات جايب حوالي ست سبع جوالي حاجة مش ارقام سيئة جدا بس هو بينظر الي ان هو مهاجم مفروض هو اللي يجي يلعب مثلا على كريم بنزيما فانك تعوض بنزيما بنزيما يعني عشر سنين في ريال مادريد ده حاجة ده رقم مهول طبعا يعني اتعوض يعني مثلا اجوايين اقدم سنين كتير كويسة مع ريال مادريد اعتمد عليه انشلوتي اعتمد عليه بنيتز اعتمد عليه بالعكس بنيتز اداله ادوار اكتر كانت في النص مسم اللي هو لعب زيدان اعتمد عليه كانوا بيقولوا زيدان بيحبيله عشان هو جزائري زيه ماشي زيدان لوبيتيج اعتمد عليه مفيش سولاري اعتمد عليه مفيش مدرب جي فقر بس ان هو يا جماعة انا مش عايز بنزيما فبنزيما انك تعوضه هتعوض لعب هتلعوضه بلعب نفس الستايل صعب بنزيما استايل مهاجم مش متلقوش كتير يعني وصعب انك تجيب مهاجم وتطلب منه تقول له بس انا عايزك تجي تمنيلي لعب وتربط مع خط الوسط وتنزل وتستلم وتعمل اسيستي كتير وتفتح مساحات وتحرك على الاطراف يعني مهام اخطر من ان مهاجم يحتملها يعني مهاجمين نادرين جدا متعدوا على اصابع اللي اقدروا ينفزوا الكلام ده زي فيرمين ومثلا زي حتى سوارز على فكرة في احسن حالاته اللي هي مثلا ما بيعملش ده بقلو سنتين مثلا لكن في اول مسامين انتهتها مع برشلونة كان بيعمل ده وكان بيصنع اللعب فما ظنش ان فيه لكن اسامة انت فرحتها بورخة ميورال مش شايف انه هو يرقل مستوى ريال مدريد ماريان ودياس كذلك رؤول ديتوموس كذلك فولا واحد منهم يرقل ريال مدريد ميورال مهاجم احسن من الناس شايفاء احسن من الناس شايفاء انه مهاجم مجاش خالص لا ميورال مهاجم كويس بس مش مستوى ريال مدريد بالتالي ريال مدريد حيكون بحاجة انه هو يضم مهاجم كلاس هو مفيش رئيس مو احد هو كاليان بابي كاليان بابي مش نفس ستايل فل زي بمبداي مش نفس ستايل فل زي بمبداي بس يلعب فرق